النفوذ الاقتصادي الصيني المتزايد حول العالم سيؤدي حتماً إلى الهيمنة السياسية والعسكرية على مختلف البقاع هذا ما توقعته مجلة فورين أفيرز الأمريكية لأن سياسة الصين عادة تعتمد على علاقات اقتصادية قوية وعلى مصالح متبادلة فمثلاً تسعى الصين إلى توفير موارد طاقة وطرق نقل أكثر أمناً من كل من إيران، كزاخستان، وباكستان لكنها على عكس الغريم الأمريكي لا تبدي اهتماماً كبيراً بالمشاكل الداخلية للبلدان الأخرى أو بحل صراعات الدول الشركة أو الجيران واعتبرت فورين أفيرز أن تلك السياسة الصينية تهدد نفوذ الولايات المتحدة وفي الوقت نفسه تدعم الأنظمة الموالية للمعسكر الشرقي حتى يظل هذا المعسكر قوياً أما في أوروبا الحليف التقليدي للولايات المتحدة فقد اعتمدت الصين مبدأ تعزيز المصالح الاقتصادية مع أوروبا على حساب واشنطن هذا الصراع السياسي هو صراع يخشاه العالم ولعل هذا ما دفع الرئيس الصيني إلى التشديد على أن منطقة آسيا والمحيط الهادي يجب ألا تعود مرة أخرى إلى أجواء الحرب الباردة لكن الحرب الفعلية بين البلدين في طايوان قد لا تكون بعيدة لا سيما بعدما قام الجيش الصيني بتنظيم دورية تأهب قتالي في اتجاه ماضيق طايوان الأسبوع الماضي بعد زيارة وفد من المشرعين الأمريكيين للجزيرة التي تعتبرها في كين تابعة لها وبعدما هدد وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين لتحرك مع الحلفاء لم يحدد ماهيته إذا ما استخدمت الصين القوة لتغيير الوضع الراهني لطايوان ترجمة نانسي قنقر